يعطيكم العافية اول شي في عنا يوم برجي عمره سنتان هاي اول مرة بتخليف فيها جيبت اول شي تسع بابيز ضل مننن لهلق خمسة جيبت اول شي اربعة ميلز خمسة فيميلز مات اربع مننن ضل هلق 2 ميلز و 3 ميلز كاول مرة عم نشوف دايما انه الفيميلز اقوى من الميلز ما كانوا كبار ولا صغار من هنه وصغار بيبين اطباعهم يعني دايما مسلا في عنا هايدي الفيميل بقت تشيل اخواتها لحتى اللي تاكل وطبعا الام كاول مرة ما بيكون عندها الاكسبرينس الكافية لا تنام على ضهرة مظبوط بتقدر تفتح الصدره يبين كامل يعني فدايما عم بتخانقه فمشان هيك منلاقي فرق بالاحجام في عنا هايدي فيميلز كمان صغير فيميل اليوم سر عمره نسبوع نحنا بس منقربها حتى بلا اكسبرينس الام بتلاقوها قادرة تعرف مين خلص عكل لحتى اللي تبلش تنظيف كيف بتعرف اكيد بسر يعني في بيو كاكا فهي اكيد بتصر بتاكلهم بتلاحوسهم اولا لتنظفهم ثانيا الواسخ طبع البابيز هو منيح للام يعني هيدا الواسخ طبع البابيز جمالا ناتج عن الحليب طبعه فاذا بدنا هيدا مثل السيركوي ترجع هيا بتاكلها تدل عم تنتج حليب وسمعت انه مثل انه مورفين لقلا ما بعرف اذا الخبر صاح ولا مش صاح او هيدا المعلومة سمعت انه مثل مورفين لقلا اذا كانت عم تتوجع او شي بصير هين عليها بصير تستحمل اكثر طبعا البابيز كل ساعتين بدوني اكلوا وااااااا واول مرة بيكون اللي عم نشوفوا انا عمر audiobook بيكون مقل خلق. يعني نحن بد نضمن كل ساعتين نطلع نتأكد على القليلة اللي نشوف البابيز عم بياكلوا مرتين بالنهار اذا قادرين نزينهم لحتال نعرف اذا عم بيعضوا الانف حليب من الام ولا لا. نشوف هاك اذا عم بزيدوا. اليوم عمرهم سبعة هيّام بعد ما فتحوا عيونهم يعني اكيدة ولا عم بيسمعوا ولا ولا شي بس عندهم حاسة الشم ماشي اكيدة اتناش لتلتعشر يوم يبلشوا يفتحوا عيوما هايدي جيرمن شابرد لونغ هاي طبعا هايدي القاعدة هيك احسن لبعض البابيز عندهم حاسة الشم ماشي اكيدة اتناش لتلتعشر يوم يبلشوا يفتحوا عيوما هايدي جيرمن شابرد لونغ هاي طبعا هايدي القاعدة هيك احسن لبعض البابيز ومنظل اكيد معكم في فيديوز اكيد حينزلوا عن نهار اللي كانت عم تخليف فيه يعني من جمعة على القاد كيف بتخليف كيف بتنظيف انت ما عليك تعمل ولا اي شي هي بتعرف تعمل كل شي يعني من ناحية الكيس اللي بينزل منه الكلب هي بتنظيف هي بتاكله هي بتعمل كل شي ترجمة نانسي قنقر